إذا اشترطت المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها إذا اشترطت المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها فإنها تكون قد منعته من الحلال لكنها ما حرمت الحلالة ما جعلت الحلال حراما لكنها منعته من الحلال لمصرحة لها فهذا الشرط جائز لازم فإن التزمه الرجل وجب عليه أن يوفي به إلا أن تسخطه أو يطلقها إن شاء ليتزوج غيره ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج بنت أبي جهل على ابنته فاطمة قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أحرم الحلالة ولا أحل الحرام ولكن والله لا تجتمع ابنة عدو الله مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه من حلال ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أحرم الحلال لا أجعله حراما لكني أمنعك منه فليس المنع من الحلال تحريما له إذن الأصل في الشروط الجواز واللزوم إلا شرطا خالف شرع الله فإنه يكون باطلا نعم